حدث رياضي هو الأهم في الأوساط العالمية في الوقت الراهن خاصة في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا فما بين المخاوف والرغبة في المشاركة تلتفت الأنظار نحو مصر لمتابعة البطولة التي أكدت الدولة المصرية على استضافتها في الموعد المحدد مع مراعاة تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمشاركين كافة تكاتف كبير شهدته أجهزة الدولة خاصة على المستوى الرياضي والسياحي والسياسي أيضا لتحقيق أكبر استفادة من تلك البطولة العالمية التي تشهد للمرة الأولى في تاريخها مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمهم على ثماني مجموعات كل مجموعة تضم أربعة منتخبات بعدما كانت مقتصرة في السابق على 24 منتخبا فقط الدولة أجرت الاستعدادات اللوجستية لتنظيم تلك البطولة من تطوير كامل للصالة المغطى التي تم اختيارها لاستضافة المباريات وهي الصالة المغطى باستاذ القاهرة الدولي التي تتسع ل 17 ألف متفرج وصالة 6 أكتوبر الدولية المغطى التي تتسع إلى 5200 متفرج والصالة المغطى باستاذ بورج العرب التي تتسع إلى 4500 متفرج كما أنه للمرة الأولى ستظهر الصالة المغطى في العاصمة الإدارية التي تتسع إلى 7500 متفرج التي تم بناؤها وفقا لأحدث النظوم الدولية والعالمية ومن أجل الاطمئنان على جميع الاستعدادات والتجهيزات أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية للصالة المغطى باستاذ القاهرة التي تستضيف حفلة الافتتاح حيث شاهد بروفة الحفلة كما أجرى وزير الشباب والرياضة عدة جولات تفقدية لجميع الصلاة لمتابعة التجهيزات وإنهاء جميع الإجراءات الاحترازية لاستضافة البطولة القوات المسلحة قامت بجهود كبيرة أيضا في مشاركة أجهزة الدولة نحو تنفيذ خطة تطهير والتعقيم لجميع الصلاة المغطى التي تستضيف مباريات البطولة من الملاعب والمدرجات وغرف تبديل الملابس والممرات والمكاتب من أجل الحفاظ على سلامة المشاركين بالبطولة وعلى المستوى الوقائي تم تخصيص طبيب مرافق لكل منتخب سيكون مسؤولا فقط عن متابعة الفحوص المتعلقة بفيروس كورونا وتطبيق جميع التعليمات الطبية الموجودة في البروتوكول الطبية المتفق عليها للتأكد من سلامة جميع اللاعبين وزارة السياحة والأثار اتخذت أيضا عددا من الإجراءات ونظمت عددا من البرامج للمنتخبات المشاركة من أجل زيارة الأماكن الأثرية والسياحية التي تتمتع بها مصر ما يعد خطوة مهمة من أجل تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر حتى في ظل فيروس كورونا الذي أكبر العديد من دول العالم على الإغلاق وتعليق الأنشطة الرياضية ولكن مصر تثبت قدرتها على مجابهته وإنجاح استضافة حدث رياضي عالمي كهذا وسط إجراءات على أعلى مستوى ومطمئنة للجميع